النهاردة النادي الاهلي ألها بوضوح نلعب في أي مكان في القارة خلاص في اجتماعه النهاردة كان فيه قرارات حاسمة جدا اجتماع بين مجلس دارة النادي الاهلي وشركة النادي الاهلي لقراط القدم قرارات في منتهى الأهمية ثمان قرارات فيهم الخلاصة وفيهم الزكاء الكبير ودي الإدارة طبعا فيه قرارات حماسية وفيه حاجات الجمهير بتبقى عايزاها وفيه تفاصيل كثيرة جدا بس كل قرار بتاخده الإدارة له حساباته حساباته الحالية القريبة وحساباته المستقبلية هنتكلم على قرارات النادي الاهلي وهنتكلم عن تفسير هذه القرارات قرار قرار تعالوا نبدأ النهاردة أول هذه القرارات أكد النادي الاهلي على اعتزازه بعلاقة طيبة مع كل الأندية المغربية وإنها ليست طرفا فيها الأزمة وأن موقف النادي خاص بالاتحاد الأفريقي فقط ودي نقطة في منتهى الأهمية عشان يأكد للناس إنه رايح المغرب البلد اللي دايما تستضيف الأهلي وكل الفرق المصري بشكل محترم دون أي مشاكل أو دون أي أزمات ونستندل الاستيبال الجاية كالعاد ثانيا خوض المباراة النهائية في أي ملعب داخل القرارة الأفريقية علما بأن النادي لم يتلقى أي مكتبات من كاف بشأن المباراة حتى الآن وأن النادي يتمسك بحقوق المشروعة في المطالبة بتنفيذ العديد من الطوابط الخاصة بإقامة المباراة لضمان الحد الأدنى من العدالة بين الطرفين أو بين الفريقين خليكم معايا بس واحدة واحدة جماعة واحدة واحدة ثانيا دي يقصد بيها النادي الأهلي أنه عايز ياخد ضمانات وعايز ياخد مساحة في الملعب أو أماكن في الملعب أو ساعة في الملعب مناسبة عايز يضمن تحكيم عادل وهو ده النادي الأهلي اللي يقصده فيه ثانيا اللي أكد فيها أنه يلعب في أي مكان في القارة طيب ثالثا نروح لثالثا وسالثا في منتهى الأهمية أيضا يلا بينا التأكيد على أن اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية جاء تصعيدا لموقف النادي من السلبيات التي تشهدها المسابقات الأفريقية وفي مقدمتها عدم وجود معايير تحكم عملية التنظيم ده كلام محترم عشان المستقبل رابعا الاستمرار في دعوة النادي أمام المحكمة الرياضية الدولية أي أن كانت النتائج المرحلة القادمة سلبا أو إجابا من كافة الجوانب يعني كده كده مش هسيب حقش خامس إقامة مؤتمر صحفي عالمي عقب مباراة النهائية للكشف عن كواليس قرار الاتحاد الأفريقية والذي لا يتصق مع قواعد اللعبة النظيف والرد على كل ما جاء في البيانات التي تصدرت من كل الأطراف في هذه الأزمة مؤتمر صحفي عالمي بعد المباراة مش قبل المباراة عشان النادي يحافظ على تركيز الفريق قبل هذه المواجهة فإقامة المؤتمر لابد أن يكون بعد المباراة تشكيل لجنة إدارة الأزمة برئاسة الكابتن محمود الخطيم وتضم ياسين منصور رئيس الشركة الأهلي وحسام غالي عدو مجلس إدارة النادي سعد شربي المدير التنفيذي وعمر شهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم بالإضافة إلى المستشار القانوني لشركة الأهلي لكرة القدم كلها قامات كبيرة سابعا التأكيد على الثقة الكبيرة في فريق النادي الأهلي ومنظومته بالكامل وقدراتهم العالية وتقديرهم للمسئولية اللي هي هيتحدوا بيها كل الظروف واللعبة في أي مكان داخل أو خارج القارة الأفريقية وتحقيق أفضل النتائج الذي تغليق بالنادي ده كلام مهم جدا تحفيز الفريق وأنه النادي الأهلي أو إدارة النادي الأهلي تقول لهم ركزوا في المباراة ثامنا البند الأخير اتغاز كافة الإجراءات الإدارية ومخاطبة الاتحاد الدولي بخصوص الاستداءة لازل تلقى لعيبه الأهلي المحترفين لأنه نضمام لمنتخبات بلادهم في موعد يتزامن مع بدء الأجندة الدولية يوم 30-05-22 وتعارب مع موعد المباراة النهية لدولة الأبطال ويؤكد مجلس إدارة النادي الأهلي أنه في حالة نعاقاد مستمع ده بيان محترم أو قرارات محترمة جدا من النادي الأهلي تقترب من المثالية إن لم تكن مثالية بالفعل ترجمة نانسي قنقر